فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والظلم ينقسم إلى ثلاثة تقسام ظلم الشرك وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك وظلم الناس وهو التعدي عليهم وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس وإنما تتعلق بالنفس فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة إما ظلم الشرك وإما ظلم الناس وإما ظلم النفس